افتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغدائية ورمضانية بمركز إيطاء البرودة لعرض السلع الغدائية واللحوم بالأسعار التنافسية والتي تقل عن متيلتها بالأسواق بالنسبة تصل من 25 إلى 30% من جهتها تفقدت نائب محافظة البحيرة نهال بلبع أقسم المعرض والذي يضم 12 جناحا لكبرى شركات المواد والسلع الغدائية وأجنيحة للسلع الأساسية والمعلبات بأنواعها وأخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة والأسماك والمجمدات